حياكم الله مشاهدينا من جديد وقد تحدثنا قبل الفاصل في قضية أصور التعبير الرائعة والجميلة جدا هذا الوعي لدى المواطن الأردني الوعي الوطني والإحساس بالمسؤولية الجماعية اتجاه ما يجري من قضايا سواء كانت قضايا إقليمية عربية القضية الفلسطينية ثابتة لدينا ولا نقاش ولا جدال عليها والموقف ثابت وواضح وأيضا كنا نتحدث عن مدى هذا الوعي الموجود والصور الجميلة في الشارع الأردني الذي يقدم بأجمل صور للعالم فاسمحونا أن نتحدث اليوم أيضا فيما يتعلق بالجانب الشبابي الطلابي اللي احنا منعول عليه بهذا الوعي فمعي على الهواء مباشرة الآن الدكتور شاكر العدوان وهو قسم الإدارة العامة من جامعات اليرموك دكتور شاكر أصعد الله مساءك مساء الخيار والوعدك صحيح والعافية اليوم كانت في وقفة في جامعة اليرموك الجامعة العريقة يعني نتحدث عن صور هذه الوقفة ووعي طلابنا الجامعي وكيف كانت صور التعبير نعم شكرا جزيلا وبارك الله فيك دكتور على هذه الاستضافة حقيقة جامعة اليرموك هي جزء من هذا الوطن الكبير بقيادته الحكيمة الشارع الأردني يعني الجامعة هي جزء من هذا الشارع والطالب هو جزء من هذه المنظومة الاجتماعية حقيقة اليوم كان في وقفة يعني تضامنية يعني مرتبة من خلال إدارة الجامعة ومرتبة من خلال يعني الجهات المعنية عمادة شؤون الطلبة وغيرها الهدف منها هي وقفة تضامنية سلمية حضارية تعبر عن نبض الشارع الأردني وتعبر عن نبض الطالب الأردني وحتى الطلاب الأجانب العرب هم شاركوا في هذه الوقفة التضامنية مع أخواننا في فلسطين مع أخواننا في غزة المشهد كان رائع شارك عشرات بل آلاف الطلبة إذا ما أبالغ في هذه الوقفة طبعا وعضاهي التدريس وهذه الوقفة لم تكن للطلبة فقط وكانت يعني مفتوحة الساعة 11 صباحا لمدة ساعة تقريبا لكافة العاملين في الجامعة لكافة الطلبة لإدارات الجامعية حتى للمجتمع المحلي أيضا شارك بعض الأفراد من المجتمع المحلي نعم بعض الأفراد أنا شهدت اليوم صباحا بعض الأفراد من المجتمع المحلي وهذه الجامعة رسالتها واضحة في البحث العلمي التدريس وخدمة المجتمع وجامعة اليارموكية لا شك أنها منفتحة على المجتمع سواء في محافظات الشمال أو حتى في المملكة الأردنية الهاشمية نعم سيد الكريم وأنت عضو هيئة تدريس وأستاذ الجامعي وأمامك أجيال لابد أنك تتحسس مدى الوعي في القضايا الوطنية الاهتمام بالقضية الفلسطينية لدى شبابنا وأنا في كل لقاء أؤكد بأنه إحنا خلال ما حدث في غزة من طوفان الأقصى وما حدث من جرائم حرب ومشاهد ما شاهدناها من جرائم حرب في غزة خلقت لدينا جيل أكثر انتماءا للقضية الفلسطينية وللقومية العربية وما يجري على أرض غزة كيف تتلمس هذا الاهتمام في القضايا العروبية قضية فلسطين ولدينا إحنا في الأردن هي حالة ثابتة وإستثنائية يعني لا شك أنه فئة الشباب هي فئة مستهدفة فئة مهمة جدا النصر دائما يأتي من خلال الشباب في كل المحاور التنمية تعتمد على الشباب وخصوصا أنه إحنا الجزء الأكبر من سكان الدولة أو مواطني الدولة هما من الفئة العمرية فئة الشباب هذه فئة مهمة جدا دائما نقول هالطلاب الجدد هذولا الجيل الأخير هذا يعني جيل منافع لا بالعكس أنا أتلمس والخير فيهم نتوسم فيهم كل خير بالعكس أنا بشوف أنه هذا الجيل جيل مهم لكن هذا الجيل وتيرة حياته سريعة جدا في ظل التحول الرقمي في ظل السوشيال ميديا في ظل يعني أنا بتابع كثير من الفيديوهات اللي بنتجوها أطفال بنتجوها شباب صغار رائعة جدا ومؤثرة جدا وتعبر وبكل لغات العالم وهذا بأكس حقيقة الوعي أنا اليوم في محاضراتي الصباحية اليوم عندي كان محاضرة صباحية فعلا أنا بتلمس الحس الوطني اللي موجود عند الطلاب وأنا قلت لهم صريلي جوز من سبع عشر لغاية اليوم قلق حتى في النوم وبالتالي يجب أنه إحنا نكون عندنا وعي كافي هاي القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بتذكر زمان كان في مناهج سواء في الثانوية أو حتى على مستوى الجامعات كان في منهاج اسم القرية القضية الفلسطينية يريد أنه يرجع وهذه دعوة من هذا المنبر الحر كانت مادة توجيهي أول القضية الفلسطينية كانت يعني كانوا طلابنا يقدموها وفي الجامعات الجامعات لازالت يعني فيه في اهتمام بجامعة اليوموك في مساقات على مستوى الجامعة لها علاقة بالقضية الفلسطينية ولها علاقة بالقدس وبالتالي تأزيز يعني هذه القضايا أعتقد أنه أمر ملح بهذه الفترة وتحصين الجبهة الداخلية أمر مهم جدا احنا يجوز أكثر دولة قدمت لفلسطين احنا أكثر دولة على تماس مباشر الفلسطينيين والأردنيين هم عايشين في خندق واحد قضيتهم واحدة وبالتالي احنا أحوج ما نكون إلى رفع مستوى الوعي من خلال مؤسسات التنشية الاجتماعية إذا جزدنا التعبير كل المؤسسات المساجد عليها دور المدارس عليها دور الجامعات عليها دور الأسرة أيضا المحابر والمنابر كمان يعني أصحاب المحابر والمنابر سيد الكريم وأنت أعود وأكد عضو هيئة التدريس وأمامك أشياء الآن يعني كيف نحصل الآن أنت تعلم بأنه حتى في ما حدث في طوفان الأقصى هناك روايات إعلامية تقدم وتستهدف على فكرة الوطن العربي والجيل العربي الآن كيف يمكن أن نحصن هذا الجيل من الهجمات الإعلامية الغربية المضللة للرواية نعم شكرا أن هذا السؤال صراحة مهم جدا اليوم يعني لو نرجع لعشر سنوات إلى الوراء في كثير منظمات إرهابية بالعالم استطاعت أن تصل إلى الشباب وتجنيد هؤلاء الشباب من خلال حتى الألعاب الإلكترونية حتى من خلال السوشيال ميديا حتى من خلال الحسابات المزورة وغيرها اليوم أعتقد أنه الأجهزة الأمنية بالأردن الأمن العام وغيرها بتبث رسائل جيدة يعني لتوعية الشباب ونحث برضو كمان الأهالي وكل الأسر أنهم ينتبهوا إلى هذا الموضوع بشكل واضح الجزئية الثانية أن يكون فيه إعلام مضاد أيضا نحن لا بدنا نظلي نستنى أن تدخل الرسائل الإعلامية بشراستها من كل دول العالم وبلغات مختلفة حادثة قطع الرؤوس اللي هي أصلا ما عليها أي دليل روجت بطريقة أو بأخرى هذا الموقف احتاج إلى أكثر من أسبوعين حتى ننفي العكس وبالتالي دائما نقول نحن بالروح للمنهج الوقائي منهج الوقائي منهج مهم جدا والإعلام الوقائي أيضا هو إعلام أعتقد أنه مهم جدا الإعلام المضاد اليوم فيه مؤسسات معنية إنها تتبنى الإعلام المضاد فيه شبكات للإعلام والتلفز على مستوى الوطن العربي أعتقد أنها اليوم مطالبة بشكل قوي أن يكون فيه إعلام مضاد بتوعي الجماهير بتوعي المواطنين لأنه اليوم الرسالة الإعلامية أصبحت سريعة وسريعة جدا إذا اليوم إحنا ما قدرنا هاي الإشاعة نحاصرها ويكون فيه عندنا إعلام مضاد هي تؤثر على سمعتنا سمعة حكومتنا سمعة مؤسساتنا سمعة بلدنا وسمعة كل هذه الأجيال اللي إحنا بنعول عليها للمستقبل نعم دكتور يعني أنا أريد أن أتطرق إلى خطاب جلالة الملك يوم أمس وأنا قلت في بداية الافتتاح لهذه الفترة أنه من هناك نظريات تفكك هذا الخطاب نظريات علمية يعني تستطيع اللي هي ديسكورس أناليسيس وأن تتعلم وأن تعضوها التدريس تفكك هذا الخطاب ويجب أن يدرس هذا ويقدم نموذج للعالم أجمع أنتكم كأعضاء هي التدريس وأمامكم أجيال هذا الخطاب الآن اتسم بالحكمة والاتزان والديبلوماسية واتسم أيضا باستخدام اللهجة الحادة المباشرة الصريحة كيف س ما هي أيضا المسؤولية عليكم في هذا الموضوع خطاب جلالة الملك الآن كيف ستقدمونه لطلابكم والله شكرا على هذا السؤال يعني حقيقة أنا جاي بالطريق عم بفكر ب مقولة جلالة سيدنا بالأمس أنه أرواح هؤلاء الشهداء وأرواح الفلسطينيين ودماء الفلسطينيين هي ليست أقل قيمة وبنحط تحت القيمة ثلاثة أربعة أسطر من الطرف الآخر طرف الإسرائيلي بنساءهم برجالهم بشبابهم وبالتالي هذا الخطاب إحنا بنتدارسه ويعني سبق أنا بحكي عن نفسي سبق أني أنا حللت المضامين السياسية والإدارية للأوراق النقاشية السبعة وهي طبعا بورقة علمية وقدمت إلى أحد المؤتمرات وبالتالي إحنا نفكفك هذه طبعا هي نهج بالنسبة إلينا اليوم وهي خارط الطريق تعكس نهج السياسة الأردنية الحكيمة حقيقة حيال حيال كل القضايا المصيرية ومنها مقدمتها قضية فلسطين قضية الأقصى الهاشمين هما وصاع على المقدسات وبالتالي إحنا اليوم استخدمنا أكثر من أداة في هذا الخطاب الأداة الدبلوماسية كانت مهمة وأداة الحزم أيضا مهمة الظرف اللي إحنا بنعيشه الآن هو يحتاج إلى توازن بكل المقاييس نعم طيب الصمت وسأضع خطين تحت الصمت العالمي الذي أشار إليه جلالة الملك في خطابه يوم أمس في القاهرة الصمت الدولي اللي يعني جلالة الملك واضح امتعاضه من هذا الموضوع وتحدث على موضوع أن يكون أن الاهتمام في القضية الفلسطينية أصبح هذا الاهتمام عالميا يتلاشى شيئا فشيئا يعني نتحدث عن هذا الموضوع كيف سنكسر حاجز الصمت الموجود لدى الغرب والسكوت عما يجري وكيف نصف إحنا شو إمكانياتنا كجيل عربي قادم بإيصال القضية وحملها إلى الغرب وأنت تعلم كم الغرب يهتم بهذا الجيل نعم أعتقد أنه اليوم في صمت كبير جدا حتى في سياسات وأجندات الدول حتى في برامجها الانتخابية فترة من الفترات كانوا ممكن أنهم يدخلوا بعض القضايا الشرق الأوسط كطريق وكسبيل اليوم جو بايدن هو تمركز في إسرائيل لأغراض لها علاقة في الانتخابات القادمة يعني ليس فقط موضوع نصرة الإسرائيليين يا سيد المصالح الدولية قائمة على المصالح أنا أعتقد المخرج هو أن يكون هناك ضغط إعلامي عربي اليوم لما يطلع تظاهرة في لندن أكبر تظاهرة من أكثر من 15 عاما هذا مؤشر كبير جدا على أن هناك في وعي هذول الناس الموجودين داخل لندن مش كلهم عرب ولا كلهم فلسطينيين بالعكس كان في نسبة كبيرة جدا منهم إنجليز أو حتى جنسيات أخرى مقيمة في بريطانيا لما يطلع في نيويورك أو في أي عاصمة موجودة أو في واشنطن أو في أي مدينة كبرى موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو الغرب أعتقد أن هذا مؤشر جيد وأعتقد أننا كشعوب رسالتنا تصل بطريقة قوية وأعتقد أن الفيديو الذي كنا نحكي عنه هو مؤثر ويستطيع أن يؤثر بكل الشعوب الإنسانية اليوم ما عد المصطلح أنه مسلم أو عربي لا اليوم مصطلح إنسان هذه المشاهد اللي عم بنشوفها هي يعني بتبكي الحجر زي ما يقولوا هذه المشاهد يجب أنه أي إنسان حر عنده ضمير أي إنسان يطلق عليه لقب إنسان في هذا العالم يجب أنه يتحرك تجاه هذه القضية سيد الكريم نتحدث عن و أنت تعلم بأن هذه الاحتجاجات هو التعبير الشعبي في الشارع الغربي المساند للرواية الإسرائيلية وما يجري من انتهاكات الدول الغربية التي تدعي احترام حقوق الإنسان وحقوق الطفل ونحن كعرب مرينا في فترة من الفترات نتغنى باحترامهم لحقوق الإنسان وهم حاليا يثبتون عكس ذلك هي أنظمة شمولية للأسف اللي بتوافق إسرائيل على هذه المجازر كم يتأثر صانع القرار الغربي بالصدى الشعبي في الشارع الغربي؟ والله أعتقد يعني هي جزء كبير منه أو كم يهتم؟ نعم هو يهتم هو حقيقة يهتم لأنه اليوم إذا رحنا أنا عشت فترة في بريطانيا وبالتالي يهتم لما يقوله الشارع والشارع يستطيع أن يغير يغير أنظمة ويغير أحزاب ويستطيع أن يغير توجهات سياسية ويضغط باتجاه كبير جدا حتى اليوم الشارع يعني بعض الفيديوهات اللي أنا حضرتها مثلا في الهاتف المتحدة الأمريكية مثلا أو حتى في بريطانيا أو حتى في الدول اللي شاركت مثلا في غزو العراق كانوا يقولوا أنتوا ظللتونا ووديتونا إلى منزلق ويوجدنا إلى منزلق كبير جدا قلتوا أنه في عندنا أسلحة دمار شامل ولم يوجد أسلحة دمار شامل قلتوا أنه في قطع رؤوس للشباب أو النساء أو الأطفال الإسرائيليين ولم نجد ذلك وبالتالي أعتقد أنه في موجة تغيير وموجة تغيير كبيرة جدا وعلى فكرة اليوم كل الأشياء اللي قاعدة بترفع من الكيان الإسرائيلي هي عبارة عن شرق أوسط جديد كل العبارات اللي قاعدين بحكوا عنها شرق أوسط جديد هذه الحرب لن نخرج منها إلا بتغيير وهذا التغيير أنا أتمنى وأتوقع أن يكون هذا التغيير لصالحنا ولصالح مجرى القضية الفلسطينية طيب أنا سأتحدث وأتوقف عند دكتور شاكر عند كلمة التغيير وأنت تعلم بأنه موازين القوى يعني مختلفة في العالم أهلا التغيير على خلينا ننقش في محورها وأنا مدركة بأنه بعد الانتهاء مما جرى وإن شاء الله يا رب يعني نجد أشياء تعيد القضية الفلسطينية إلى حقها وأولوياتها وأن تتصدر الصدارة والاهتمام في كل القضايا الدولية في العالم الآن هناك سيتم تغيير كيف تتصور هذا التغيير على مستوى الشعوب والمستوى الشعبي وعلى المستوى في العلاقات الدولية يعني هلأ الآن في تفاوت في المواقف الدولية نتحدث عن الجانب الشرق ونتحدث عن المعسكر الغربي نعم الآن سيكون هناك تغيير واضح حتى على مستوى إسرائيل نفسه الشعب الموجود اليوم في انقسامات كبيرة اليوم في انقسامات في الحكومة الإسرائيلية في الكنيست الإسرائيلي مبارح في انقسامات كبيرة جدا احنا لاحظناها في تيارين ما عاد الاتفاق واحد اليوم في خلافات بسيطة كانت اليوم الخلافات قاعدة تكبر وهذا كله لصالح القضية الفلسطينية في جانب العلاقات الدولية نعم سوف في بعض الدول العربية بعض الدول الغربية خلينا نقول الدول العربية نتفق أنه جزء أكبر منها يدعم هذه القضية الفلسطينية لكن الغرب اليوم رح يتحرك باتجاه آخر ما عاد الصمت رح يبقى وبالتالي أعتقد بالجواب على سؤال حضرتك في العلاقات الدولية أعتقد أنه في بعض الدول رح تقطع العلاقاتها الدولية أو يكونوا أكثر حزما مع التعامل مع إسرائيل أو الذهاب إلى المعسكر الشرقي الذهاب إلى المعسكر الشرقي الآن في انقسام تعرف أنت الحرب الأوكرانية الروسية هي عبارة عن يعني معسكرين رئيسيات أو ثلاثة يعني الأمريكان من جهة والأوروبيين من جهة وأيضا عندنا الروس من جهة أخرى وهي صراع على البقاء اليوم طبعا يعني صراع كبير جدا أوجد له أسباب كثيرة سواء أسباب سياسية أو حتى يعني جوانب اقتصادية نعم سيد الكريم الآن كنا نتحدث عن صور دعم الصمود الفلسطيني الآن ويجب أن نفكر خارج الصندوق في آلية دعم الصمود الفلسطيني على المستوى الشعبي أنا أتحدث الآن كيف ممكن نستخدم الإعلام لدعم الصمود الفلسطيني وإظهار صورة الحق الفلسطيني في فلسطين كيف ممكن نوصلها للغرب يعني إحنا يعني كيف ممكن نستخدم الإعلام سواء كان من شبابنا وأنت تعلم مواقع التواصل الاجتماعي واللي بيستخدموها أو على مستوى الإعلام العربي ونحن الجزء الآن نقدم هو رواية اللي منقدمها إعطاء الصورة الحقيقية المضادة للصورة التضليل الغربي اللي عم بيناس له يعني جوز بدنا نستخدم لغات أكثر حقيقة هذا الأكثر شيء لفت انتباهي أنه اللغات الأكثر ما عم نستخدم جوز نستخدم اللغة العربية بشكل أو بآخر في محطات أخرى قد تبث باللغة الفرنسية أو باللغة الانجيزية الألمانية إلى آخره لكن أعتقد أنه ممكن أنه إحنا برضو كمان هاي المواد الإعلامية نشتغل على نطاق أوسع من حيث اللغة يعني كيف بدنا نوصل هذه الرسالة بعدة لغات اليوم يجوز بعض المحطات الفضائية بيشتغلوا على هذا الموضوع لكن أعتقد أنه بحاجة إلى أكثر تضافر الجهود بكل المؤسسات الرسمية اللي هي معنية في موضوع الإعلام كل محطات التلفزة كل مواقع الإخبارية أعتقد أنها هي معنية بهذا الشيء اليوم غزة في قضايا كثير مخفية يعني اليوم يجوز كثير من المحطات الفضائية قاعدة بتبث من غزة أنا بشوف حراك قوي إعلامي قوي وحتى الإعلاميين صاندين ومرابطين وموجودين في الميدان لكن أعتقد أنهم بحاجة إلى تحصين أكثر بحاجة إلى دعم أكثر في هذا الجانب ممكن جانب التوعية جانب التدريب جانب التأهيل للكوادر العاملة في الميدان مثلا وخصوصا في قطاع غزة أو حتى في السلطة الفلسطينية نعم سيد الكريم الحديث بلغة العدو قضية هامة جدا أنا بديش أسمي قضية العدو الإسرائيلي إحنا واضحة لكن مخاطبة الآخر والفكر الآخر أنت تعلم في قضية حتى المفاوضات تلعب اللغة قضية هامة جدا في التقارب أو التباعد جيلنا الآن وأنت تعلم بأنه هناك جيل يدرس لغات متعددة الآن اتجهوا إلى لغات غير تقليدية الآن كم أنتم كموجهين وكأعضاء التدريس وكأسات الجامعات ستوجهون الطلبة في استخدام اللغة لإيصال الرسالة والصورة إلى الغرب كم هو ضروري محتوى على فكرة محتوى الخطاب هام جدا الآن والله أعتقد أن هذه القضية مهمة جدا اليوم كليات الإعلام في الجامعات الأردنية أو الجامعات العربية أعتقد أنها معنية بهذا الموضوع نحن في عنا كلية إعلام رائدة أعتقد أن هذه التوصية مهمة جدا حتى في هذه القضية مشاريع التخرج للطلبة ممكن أنها توجه لتحقيقات صحفية في قضايا جدلية ما بين كيان الصهيوني ما بين إسرائيل وبين مثلا فلسطين من جانب آخر والتالي أعتقد أنه نحن عنا مئات الطلبة الموجودين اللي يمكتبوا مشاريع التخرج ممكن أنها توجه وبلغات مختلفة لدعم هذه القضية أعتقد أن هذا شيء مهم وممكن تكون توصية أعتقد أن الجامعات الآن وهي مؤسسات التنشئة الاجتماعية يعني عليها الآن بعد ما جرى في غزة عليها أن تعيد النظر في قضية تسويق القضية الفلسطينية إلى الخارج باستخدام مشاريع التخرج اللي بيعملوها طلابنا وخاصة طلاب الإعلام أو طلاب السياسة أو طلاب التاريخ وهذه القضايا سيد الكريم يعني أود الآن أنا أتحدث عن قضية هامة جدا وهي حق التعبير وأنت أستاذ جامع وأنا أريد أن أركز إحنا كل حوارنا الآن عم نتحدث عن جيل قادم حق التعبير تعليم حق التعبير للطلبة آلية التعبير للطلبة الآن كيف ستركزون أيضا على هذا الموضوع الآن يعني حقيقة الجامعة عندها كثير من البرامج اللي تتبع لعمادة شؤون الطلبة تساعد الطلبة على يعني موضوع حق التعبير لكن اليوم أنا عندي كانت محاضرة ماجستير اليوم فبدأينا فيها يعني باكرا حتى نلحق البرنامج بقولهم ليش ما تعبروا عن رأيكو يعني أنتوا كطلاب أو طالبات أو كذا بيقول إحنا خايفين من قانون الجرائم الإلكترونية فالآن شايف كم قضية التوعية في خلط شوية في المفاهيم وقضية التعبير دائما أي قضية تعبيرية أو أي تعبير أو رأي أو رأي آخر هو يكون في حدود القانون في حدود العرف وحدود العادة أيضا ولكن في تخوف من الطلبة وخصوصا بعد موضوع قانون الجرائم الإلكترونية أنه أي واحد بدي يحط له منشور على الفيسبوك يفكر أنه بدي يحبسه أو أنه يروح يعني خلف القضبان لكن احنا بنطمئنهم بنقولهم لا يعني فيه قانون وهذا القانون درس ومر في قنواته الدستورية المختلفة حتى أصبح تشريع نافذ وبالتالي أعتقد أنه فيه مسألة التوعية إيش هي الحدود؟ إيش هي المساحة؟ الضوابط وأعتقد أنه العمادات شؤون الطلبة في الجامعات يجب أنها ترجع زمان بتذكر أنا درست في الجامعة الأردنية في التسعينيات فكان في عنا أندية كثيرة جدا أندية الفكر والحوار والعقل وإلى آخره أعتقد أنه اليوم آن الأوان أنها ترجع هاي الأندية للأسف الشديد هي تراجعت بالفترة الأخيرة هاي الأندية مهمة جدا لأنها أندية للتعبير عن الرأي لأنها أندية بتركز على النشاطات اللامنهجية وبالتالي هذا مهم جدا أعتقد أنه نرجع مرة أخرى حقيقة نجوز إحنا كنا بالثمانيات والتسعينيات قد نجوز الحراك كان عندنا أفضل نتوقع أنه يكون في دور أكبر لعمدات شؤون الطلبة لكليات الإعلام مثلا وللإدارات الجامعية في هذا الشأن نعم سيد الكريم يعني الآن نذهب إلى الجيل الفلسطيني الآن ما حدث على أرض غزة طوفان الأقصى على فكرة أن تجلنا جيل ثائر قادم الآن إن شاء الله الآن هذا الجيل ما هي الآمال ما هي التحديات ما هي الفرص اللي الآن موجودة أمامهم برأيك نعم يعني هو المشهد الآن محزن لكن يعني فيه تضحية كبيرة جدا وأنا يجوز رصدت العديد من اللقاءات مع الشباب الصغار مع الأطفال مع كل الناس اللي يقولون هم يطالبوا بحقهم بالحياة يطالبوا بحقهم بالتعليم حقهم بالماء النظيف حقهم بالصحة حقهم بكل شيء هذا جيل صراحة اليوم المشاهد اللي عم بنشوفها أثرت على نفسيتهم أثرت على طريقة تفكيرهم إذا إحنا اليوم بعاد شوية جوز عن المشهد وإحنا متعاطفين كل التعاطف ولكن قاعدين مربكين رباك كبير حقيقة نتيجة هذه المشاهد وهذه الخبرات السلبية اللي عقولنا قاعدة بتستقبلها وأذهاننا ومشاعرنا تستقبلها أعتقد أنه ما بدنا نظلي نبكي أعتقد أنه في مرحلة دائما بناء بعد هذا الدمار وهذا الخراب لا بد أن يكون في بناء بناء المؤسسات التعليمية في فلسطين وخصوصا نحكي عن قطاع غزة بناء المؤسسات الصحية التي دمرت بدون أي وجه حق ومنافي لكل القوانين والأعراف الدولية تدمير المدارس حرموهم من التعليم الآن هو كان الهدف أنه أنا أشل حركة هذه المنطقة عناصر قوتها بالاقتصادية السياسية الاجتماعية الثقافية كل البنية التحتية أنه أنا بضغط على السكان لكي يصير فيه نزوح أو نزوح قصري لأي بلد مجاور هم يعني عم بحارب البنى التحتية وعم بيقصفوا في المدنيين ويقتلون الأطفال لكن للأسف الجانب الإسرائيلي هو غير مدرك بأنه عم بحارب مدنيين غزل بيقتل في شهداء لكن هو لن يستطيع قتل الفكرة والعقيدة نعم قتل الفكرة أو العقيدة هي قضية صعبة جدا لأن هؤلاء تربوا على قيم تربوا على مبادئ تربوا على دين دين الإسلامي هو دين يحث على كل هذه القيم النبيلة على الإسرار على العزيمة على التوكر على الله سبحانه وتعالى وبالتالي اليوم احنا برضو معنوياتنا لازم تكون عالية ولنا في يعني معركة مؤتة خير دليل ما في تكافؤ لا بالعدة ولا بالعتاد ولكن كان النصر حليف المسلمين وبالتالي هاي مهمة رسالة مهمة جدا أنه احنا اليوم كثير دراسات بالعالم كانت تدرس شو نفسية هالطفل الفلسطيني اللي ما هو حجر ولا مقلعية ولهجتنا العامية وقاعد يواجه دبابة أكيد هاي نفسية قوية أكيد هاي مدربة أكيد هاي عندها إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى وبالتالي فيه جوانب أنا بسميها جوانب صوفت هاي يعني الصوفت باور هاي الصوفت باور مهمة جدا أعتقد أكثر من الآلة والدبابة اليوم فيه ناس كثير يروج لفكرة بأنه والله الإسرائيليين تركوا مجال وفتحوا هالحائط وقالوا يلا يا فلسطينيين ادخلوا وفجروا مشان احنا نبرر المواقف وهي المجازر احنا اليوم برضو كمان ما بصير نتراجع بمنظومتنا ومعنوياتنا لازم تكون عالية وخصوصا بهاي الفترة الصعبة صحيح يعني وهذا الجانب اللي على فكرة أحيانا استغلال نقاط الضعف في الطرف الآخر هي قوة نفسها الآن نقاط الضعف في الجانب الإسرائيلي دكتور وأنت تعلم كم هو المعنويات حتى عند الجيش الإسرائيلي هذا الاحتياط اللي لملموا لملمة مش عارف من وين جابوهم المعنويات أولا لا يوجد عند هذا الجيش أي هو في النهاية هو جاي علشان المني لم منهم من كل دول العالم هو جاي بدون انتماء ما عنده إيمان أو فكرة مؤمن بها ويرتكز عليها وبالتالي هاي نقطة الضعف على الجانب الآخر نرى أنه على الجانب المستوى الشعبي الإسرائيلي هو مفكك الآن نعم هو أنصر الشرعية أيضا أنا بسميه أنصر الشرعية فاقدين للشرعية يعني اليوم الطفل الفلسطيني والأب الفلسطيني والختيار الفلسطيني هو شرعيته في أرضه في زيتوناته بينما الجانب الإسرائيلي هو فاقد للشرعية ما عنده أي مقومات الشرعية فهو مرتبط بأرضه ومرتبط يعني فيه ارتباط عضوي بالإنسان والتاريخ وكل هذه المقومات اللي تعطينا الشرعية حتى هذول القادة اليوم أنا بدرس مادة قيادة فأقول للطلاب جزء من هذه القيادة أن يكون لدينا شرعية كيف شرعية الهاشميين على المقدسات وبالتالي هناك شرعية لهؤلاء الفلسطينيين في أرضهم اليوم اللي بيجي هما عبارة عن نازحين أنا بتذكر قراءة دراسة في فترة الدكتوراه كان بعض أوقات الفراغ ففي مجلة مهمة أمريكية اسمها أعتقد Applied Psychology فدرست أحد المقالات اللي قرأتها تحكي عن جنسيات التحليل الديمغرافي جنسيات النازحين أو اليهود اللي يجوا على فلسطين في فترة الثمانية وأربعين لغاية اثنين وخمسين من ناحية سيكولوجية لا هما من ناحية ديمغرافية ديمغرافية سكانية يعني من ناحية جنسياتهم انتماءاتهم وهكذا وجدت أن الجزء الأكبر منهم هما عرب هجروهم لفلسطين حتى يمروا الرواية أنه هذول زينة زيكو يعني عرب ويحكوا عرب جابوهم من اليمن جابوهم من المغرب جابوهم من العراق جابوهم من بلاد المغرب العربي وهكذا لكن بعد هذه التاريخ بالخمسينيات الستينيات السبينيات لغاية التهجير لغاية صار في أفارق اليوم موجودين من أصول أفريقية موجودين في الجيش الإسرائيلي وبالتالي هما سألوهم حتى شفت ناس جايين من آسيا جنسياتهم مختلفة جايين زي ما تفضلت دكتورة حضرتك أنهم جايين مشان الفلوس إذن هذا شو العقيدة اللي بدت تكون موجودة عنده مشان يقاتل أو يواجه نعم وهذه نقاط الضعف في الجانب الإسرائيلي وهي باعتبار لنا نقاط قوة أنا بدي أشكر حضورك وهذا التحليل الدكتور شاكر العدوان من جامعة اليرمو شكرا لهذا الحضور شكرا جزيلا مشاهدين الفترة المخصصة الآن انتهت لكن أعود وأركز مرة أخرى التلفزيون الأردني بكافة كوادره الفنية وأيضا الإدارية والإعلامية هي معكم أولا بأول في آخر التطورات وتغطية على مدار ساعات ألبت في كافة برامج التلفزيون الأردني والأخبار إذن مستمرون معكم سيكون معكم زملاء آخرون إن شاء الله لتغطية الأحداث إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة